عنوان حسطي عنوان حسطي انه عالم الازمنة قد يأتي على شكل ريرايد ضمن ثلاث حالات اليوم رح ناخد الحالة الاولى فالحالة الاولى في الريرايد طالعش قد ابتلك الحالة الاولى عنوانها افتر بفور وساكر دوسيا خلي تركيزك معي اذا عنوان الحال الاولى انتو شايفينها ايها ايهاي كعنوان هي عنوانها افتروا بفور ركزوا وافتروا بفور انتو عارفين مقطعين يعني في حدث اول في حدث ثاني ساعدوني بدي منكم اتعبوا الفراغات والفراغات بس عبينا الفراغ ويخلف عليك بدنا نعبي الفراغات مين الحدث الاول ومين الحدث ثاني كده بتلكون الحدث الاول دائما يلا جاوبوني مين الحدث الاول بدي الحدث الاول من هو الحدث الاول دائما اللي كاتبين فير توب اطلع لك وبالك الكاميرا بقولك الحادث الاول مش عادث ثاني اول من الحادث الاول دائما هيوها الجملة اللي فيها طيب صيغة تانية post perfect ولا post perfect continuous ولا الثنتين post perfect ولا post perfect continuous روان كتب الثنتين عبد الرحمن كتب للثنتين روان كتب الثنتين بحب اقولكم كل اللي كتبوا الثنتين كلكم غلط ليه يفعل اقلع العنوان after before لما يكون عنواني after before مين الحدث الاول? مفتح ثابت او مستمر? ركز عنواني الحدث الاول دائما اذا كان عنواني من هو? شو? مش الحدث اول متفقين. بس هالمرة التركيز dates واحتش当然 الاتفظ ومصف claimed اكيد الزون متفقين او مفتح ثابت او مستمر ثابت معا انتو الحدث الاول بكون passe perfect ولا 컨تنmesi جاوبوا اكيد في انتي غير روعة او رؤى صح؟ صح؟ شخص؟ فاكيد الجواب انتو ركزوا على عنوان بيقول لك اذا كان عنواني محددش%. ما ما حط اتل ما خطت مالفتح معش مستمره قاعد بقول لك إذا كان عنواني after before الحدث الأول من يكون past perfect أو past perfect continuous أكيد past perfect لأنه after before مفتح ثابت فإذا يا جماعة إذا كان عنواني after before الحدث الأول دائما past perfect وشو قاعدة past perfect عبارة عن had زاد verb 3 طب يلا كم نشغلكم والحدث الثاني دائما شو الحدث الثاني أكيد verto هذا ما تبقين عليه الحدث الثاني دائما verto ها هاي verto هلأ اسمعوني عام الحركة بس ركز وصيبك بالكتابة لا تكتب شفتوا after هاي حطيتها جوا box after before بكتب شغلة إذا شفت after بدي أكتب لك هنا كلمة لا لا تعكس وإذا شفت before بدي أكتب لك كلمة اعكس يعني هنا لا تعكس وbefore اعكس طالب قال لي ما فهمتش يا جماعة الوزارة بجيب لك جملة زيك تعالوا خلق الجملة مع سوا اياد studied hard اياد درس and then انتو عرفوش عن and then انتو عارفين انو and then معناها ثم يعني هو بعد ذلك انت اعتبرها ثم بدي أكتب لك هنا ثم بقول لك اياد درسة بجد ياد studied hard and then he passed the exam وبعدين نجح الوزارة تعطيك جملة زيهاي وبتخبرك خبرية بتقول لك كالتالي الجملة اللي اعطتك إياها جملة فيها خطأ واجبك اتعدلها وتحلها rewrite مين دك يقول لي هاي الجملة اللي أمامك اياد درس بجد ثم نجح وين الخطأ في الجملة اللي عندي جواب مستعدة افتح له مايك بس يقول لي انا وين الخطأ في الجملة ياد studied hard and then he passed ياد درس ثم نجح وين الخطأ في الجملة الجملة اللي وزارة تقول لك فيها خطأ عدلها ها بلش تطلع رابضي الرحمن انتبع على شغلي كتب لي هاد studied رؤى كتبت لي انا خاني اسمع رؤى طيب اللي هي جزء رؤى I think رؤى هاي رؤى اين انت هاي رؤى رؤى مساء الخير انا بحكي لها من خطأ هاد استدد ليش هاد استدد لان حدث ايش حدث اول لان لو نيجي نترجمها معناها ايا الدرسة ثم نجح يعني هو درس اول بعد النجح اذا الوزارة اغتشلين لما جابت هاي الجملة يا رؤى كأنها بتقول لي انها الجملة فيها غلط هي ما رح تحكي لك انها فيها غلط ها فكرة هي رح تطيك الجملة الغريب انه حطت هنا verb 2 وهنا verb 2 علم انه هي الدرس اول بعد النجح تمام رؤى شكرا جوابك مية بالمية طيب واكيد الجماعة كلهم متفقين مع رؤى شو رأيكم يا جماعة تمام وصلت هلا مبدئيا شو الخطأ انا بحكي مبدئيا وصلت الكل تمام روان تمام الكل تمام حلو اذا كان الجملة فيها غلط اقول لك انا درست او ايا الدرس ثم نجح المفروض انه درس اول يعني هاي الهاد verb 3 وبعدين نجح طالب قال له شو المطلوب المطلوب انكم بتحلوها الري رايت كيف نحلها الري رايت طلعوا علي وركزوا كويس طالب قال لي يا استاذية طب انت ترجمتها عشان افهم من الحدث الاول من الحدث التالي طب انا اطلعيك بالانجليزي افرد جابولي جملة بيعرفش ترجمها قلت له طوز حتى لو ما بتعرف الترجم قال لي كير قلت له كل جملة بالوزار راح تلاحظ انه شو فيها هنا كلمة اندن شو معنى اندن ثم وين جاي ثم بالنص ركز على ايدي انت بتكون حافظ حافظ اغنية استاذيات انا عندي اغنية جماعة والله في اغنية جديدة طلعت مش اندن معنى ثم يا استاذية فيك فخرا انك تكون حافظ اغنية شو اغنية اولا ثم ثانيا ركز اولا ثم ثانيا المنطق بحكي اولا ثم ثانيا مات اللي قبل ثم حدث اول ثاني جاوبوا مات اللي قبل ثم حدث اول ثاني اكيد اول طلع عبد الرحمن كتب لي ثاني بقولك اللي قبل ثم عبد الرحمن اولا ثم ثانيا مات اللي قبل ثم حدث اول ثاني شو ايوه بدي يكون اول حيث ان هنا لو ما بعرف اترجم كلمة اندن لحالة بتساعدني لان اندن معناها ثم مات اولا ثم ثانيا بدي منكم خدمة قبل ما تحل الجملة حلل بعدين حل حلل بعدين حل كيف يعني حلل بحل اشتحت انسا اللي بطلعش على الفرق نهائيا بحلل بروح على عندين بحط عليها دائرة وبكتب عندها ثم بكتب عندها كلمة ثم هاي ثم اللي شايفينها قبل ثم بدي يكون حدث اول استدد هاي ما انت لازل يكون حدث اول بحولها للحادث الاول شو قالت الحادث الاول هاد فيربي ثي يعني بدل استدد شرس بصير هاد استدد طرروا كيف حولتها لحدث اول هيك بحل الفوق اول هلا صارت اولا ثم ثانيا معناته باست هاي حدث ثاني والحدث الثاني لازل فييرتو وباست جاهزة فييرتو بحط عندها اشارة يساوي وبعدين استادي هاد ولا شي تحذف ثم اندين كلها بحذفها وبحط محلها فاصلة يلا مرة تعالوا عن طريقة الحل اول شي بحط دايره على ثم اللي قبل ثم حدث اول بحولها هاد فيربي ثري واللي بعد ثم حدث ثاني بحط عندها اشارة يساوي فييرتو بتكون جاهزة يعني دايره هاد فيربي ثري فييرتو دايره هاد فيربي ثري فييرتو شو شو عملت؟ فشو عملت انا حللت؟ حطت فاصلة بعدين شو بعمل ساديا؟ والش خلصت انتحل شو كاتب لك؟ اذا بدأت الجملة بفور شو كاتب لك عند بفور؟ اعكس بجيب هذا الجزء شفتوه؟ بجيبه هون بجيب هذا الجزء هون بجيب هذا الجزء اللي بعد انذن كامل هون هون بجيب هذا الجزء هون بس بدي منكم خدمة لما تجيب هذا الجزء هون ما بتبدأ الجملة بهي؟ شو بتبدأها بإياد؟ مش حلو تبدأ الجملة بضمير يبدأها باسم يلا تعالوا نعكس جيب لي هذا الجزء هون شو بكتب بفور؟ بدل هي شو اكتب؟ يلا بنقول هذا الجزء كامل بفور ياد ايش؟ past the exam فاصلة هلا بجيب هذا الجزء هون بس ما في داع اكتب ياد لانا كتبت هي شو ببدي الرياد بهي؟ هي هلا طلعوا بدل study شو بكتب؟ had studied hard he had studied hard يا رب تكونوا فهمتوها تعالوا نترجمها للتأكد قبل ما اياد ينجح درس ما تو درس اول بعدين نجح نفطرد جدلا ان الوزارة بدل before يا سيدي حطت لك جملة بتبدي بafter هيا after قلت لك كمل سؤالي لكم بعد after هل بعكس ولا ما بعكس؟ شو؟ ما بعكس؟ انت بتكون محللها فوق هلا كذبت لك عند after لا تعكس كيجو عن لا تعكس؟ هذا الجزء بنزل هون زي ما هو هذا شفتوه اللي بالازرك بنزل هون وهذا الجزء اللي بعد and then بنزل هون يلا ماتوا after ايش؟ كانا نزلولي هاي الجملة زي ما هي صارت after اياد اه بكتب هاد استدد طبعا after اياد هاد استدد hard فاصلة he passed ده اكزان شوفوا ما اسخة في الجملة وصلت